ولنعرف فضل تلكم البيوت التي أذن الله لها أن ترفع ونتذاكر شيئاً من فضائل سيدة آل محمد يشارفنا أن نستقبل فضيلة الشيخ علي الصدد نستقبله نحن وإياكم بالصلاة على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعينا إلى قيام يوم الدين رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطاناً نصيراً بداية مبارك لكم وللملأ الشيعي عامة ذكرى ولادة الصديقة الطاهرة المعصومة فاطمة ورد عنها صلوات الله وسلامه عليها أنها قالت من أصعد إلى الله خالص عبادته أنزل الله أو أهبط الله عز وجل له أفضل مصلحته حديثي في هذه الليلة المباركة المباركة بأنوار فاطمة صلوات الله وسلامه عليها وإشعاعاتها أتناول موضوعاً في غاية الأهمية يرتبط بالمرأة من جهة وبالرجل من جهة أخرى أو لأقل بالزوجة من جهة وبالزوج من جهة أخرى الموضوع عن عمل المرأة في المنزل وخارجه عن عمل المرأة في المنزل والمعبر عنه بخدمة الزوج والعمل في خارج المنزل وكذلك الحال في جانب الزوج عمله في خارج المنزل وأيضاً عمله في المنزل أعني في خدمة زوجته أبدأ بالشق الأول حول عمل المرأة عمل المرأة في خارج المنزل حيث يكون مشروعاً وحيث لا يكون ملابساً لمحظور في الشر أمر جائز هذا واضح ولكن هل أن عمل المرأة خارج المنزل غاية أم وسيلة الملفت لمن يجري عقد الزواج أو يجري عقود الزواج أنه ما من فتاة طبعاً فتاة بين الثامنة عشر إلى الخامسة والعشرين ما من فتاة أو لنقل أعلى عم الأغلب في الفتيات إذا ما جئنا يشترطنا على الزوج إذا ما جئنا يشترطنا على الزوج شرطاً هذا الشرط مشروع جداً التساؤل كالتالي العمل خارج المنزل غاية للمرأة أو هو وسيلة يظهر من مثل هذا الاشتراف المتكرر وبإصراف أن عمل المرأة غدا كثقافة غدا ثقافة في الثقافة الحاضرة غدا غاية وليس وسيلة غدا غاية وليس وسيلة وإذا غدا غاية ففي هذه الحالة في الأعمل أغلب عمل المرأة خارج المنزل وخصوصاً إذا كان لساعات متطاولة يعني دوام معتيادي مست ساعات وإنما دوام يصل إلى الثمان ساعات بطبع مثل هذا الدوام المتطاول أن ترجع المرأة أو الزوجة إلى بيتها مرحقة في هذه الحالة القصور فيما يرجع إلى خدمة المنزل وخدمة الزوج حاصل لا محالة متقصير وإنما قصور ليش؟ لأن الطاقة ما عادت كافية لتقوم بهاتين الوظيفتين العمل خارج المنزل من جهة وخدمة الزوج أو العمل في المنزل من جهة أخرى لذا نحتاج إلى توازن صحيح الحياة هذه الأيام وقبل هذه الأيام وفي مستقبل الأيام الحياة كما يعبرون الحياة الاقتصادية صعبة بالفعل وتحتاج حتى نقفز على هذه المشكلة إلى تعاضل الزوج والزوجة من أجل النهوض بمتطلبات الحياة بالمتطلبات المادية للحياة ولكن يجب أن لا نغفل عنصرا مهما أنيطا بالزوجة وهي تربية النش هذه المسؤولية مسؤولية كبيرة جدا بحيث إذا ماقستها بالعيش المرفه للطفل أو أن تكون أمه إلى جانبه هو أول تالي يقولوا الوظيفة إذا كان للزوج وظيفة إن شاء الله يتوفر الأولاد على ماذا على لقمة العيش وعلى العيش الكريم ولكن هناك طموح إلى التوسع على العيال عبر مشاقرة الزوج للزوج في توفير متطلبات الأسرة لكن ضعوف الاعتبار أنه لو دار الأمر بين أن تكون المرأة أو الزوجة إلى جانب أطفال تنشيئهم تنشيئهم تعلمهم تغذيهم غذاء 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 الباطن إنما غذاء الروح غذاء النفس تبث فيهم دفئا تروح عن نفوسهم هذا لا يعادل بثاء ولا يمكن أن تقوم به غير الزوجة مهما أخلص غير الزوجة في عمل في القيام بهذه الوظيفة وهي العناية بالأطفال تربيتهم تنشيئتهم لن يتحصل الأطفال على ما يتحصلون عليه لو كانت القائمة على هذه الوظيفة هي الأمر من هنا يلزم كما أشرت سلثا أن تكون أن ينظر إلى هذا الموضوع بتوازن لا باندفاع بحيث حيث لا تعب الحياة بنابها على الأسراء وتطلبات في هذه الحالة إذا أمكن أن تكون الزوجة إلى جانب الأطفال فهو أفضل من أن تخرج خارج المنزل للعمل وهذا يرجعنا خطوات إلى الوراء قليلا الحياة تعض بنابها وتقس كثيرا والوظيفة اتجاه مثل هذا الوضع الخانق أن تكون هناك نوع من التحدي البعض يستسل فلذا ما إن يكمل الثانوية العامة يتوجه إلى العمل المباشر لكن لو أن الفتى أخذ في حسبانه بأن الحياة الكريمة والتي يمكن أن تفيض على الأطفال أو على الأولاد توسعة إغداقا مرهونة بأن يكون في يدي شهادة هذه الثقافة إذا عمت وسعى الفتى بل وسعى كل الفتيان إلى أن يكونوا أصحاب شهادات في هذه الحالة الوظيفة عن الشهادة تختلف عن الوظيفة لا عن شهادة الوظيفة عن شهادة في هذه الحالة بطبعها توفر عيشا كريما بحيث لا يحتاج معه الزوج إلى أن تشاطره الزوجة العمل خارج المنس وتبقى الزوجة بالتالي في المنزل وبين أطفالها هذا من المهم النظر إليه في ماذا في هذه المعادلة وحتى نخرج من هذه المشكلة وهي مشكلة أن من الضروري للمرأة أن تخرج للعمل خارج المنس لا ليس من الضروري لماذا عال ضرورة وضع خانك وتقاعس من الشاب بالتالي صار من اللازم أن تعمل المرأة أو الزوجة إلى جانب الزوج ولكن حيث يكون هناك طموح للفتى في أن ينال شهادة بها يكون مؤهلا لوظيفة في هذه الحالة العمل الذي سيدخل إليه لا محالة يوفر له عيشا كريما يتناسب مع حياة الأسرة يخوم عليها يوسع بها على أطفاله بموجب ذلك لا ترى المرأة أو الزوجة من الضروري أن تخرج من المنس فلذا أرجع لأقول بأنه من الضرورة بمكان التوازن في هذه المسألة مسألة عمل المرأة أو الزوجة خارج المنزل لا أتكلم عن شرعية ذلك أسلفت حيث تكون الوظيفة وظيفة ليس فيها محذور ولا يلابسها محذور عملها خارج المنزل جائز أنا أتكلم في أنه لو دار الأمر بين أن تبقى في المنزل وأن تخرج ما هو الأفضل وبعبارة أسلفت صياغتها بأنه هل العمل خارج المنزل غاية أم وسيلة يعني هل رغم العيش الكريم الذي يراد للزوج أن يوفره للزوجة هل رغم ذلك مطلوب من المرأة أن تخرج من المنزل ثقافة أن عمل المرأة خارج المنزل غاية تقول نعم لتتارك الزوجة رغم ما قد يوفره الزوج من متطلبات رغم ما يوفره ترى بأنها من اللازم أن تخرج وكأنها على تقدير أن لا تخرج هي ماذا ما عادت ذات قيمة هذه مشكلة هذه مشكلة إذا أخذت الزوجة في اعتبارها أنها تسند تسند زوجة وتشاطره شظف العيش وبالتالي تتقرب إلى الله سبحانه بذلك المقرب إلى الله تبارك وتعالى ما يقربها إلى الله تبارك وتعالى أكثر من هذا العمل خارج المنزل هو عملها وخدمتها لزوجها ولأطفالها في داخل المنزل فقد روى الصدوق عليه الرحمة في أماليه بسند معتبر عن الحكم بن مسكين قال حدثني أبو خالد الكعبي عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال طبعا هذه الرواية نفسها يرويها أيضا الشيخ الطوس عليه الرحمة في أمالي ولكن لهذه الرواية صدر ليس هذا الصدر غير موجود في نقل الشيخ الصدوق الصدر كالتالي صدر الرواية أن الصادق عليه السلام يحدث أنه سألت أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وآله عن فضل النساء في خدمة أزواجهم يعني ما لهن من الثواب على تقدير ما إذا قامت على خدمة زوجهم فقال الآن تبدأ الرواية لكن الفرق بين النقلين أو نعم الفرق بين النقلين وهذا السؤال النبي صلى الله عليه وآله أجاب فقال أي ممرأة رفعت من بيت زوجها شيئا من موضع إلى موضع تريد به صلاحا ما معنات هذا الكلام يعني أي ممرأة أخذت ترتب شايلة الكرسي خلت منها صوب طاولة صوب هذا الأثاث ذاك الصوب هذا الكيس منها هذا الترتيب أي ممرأة رفعت في بيت زوجها شيئا من موضع إلى موضع تريد به صلاحا نظر الله عز وجل إليها ما معنى نظر الله إليها ليس النظر هذا نظرة الطلاع وشهود لا وإنما نظر رحمة إلا نظر الله أو نظر الله إليها هذا النظر نظر رحمة كما في قوله سبحانه إنه يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين هذا النظر أو هذه الرؤية من الله سبحانه لرسوله في حالين مهمين وهما حين تقوم إنه يراك حين تقوم حين تقوم يعني للتهجد ليلا هذا محط نظر نظر الرحمة من الله سبحانه بعد وتقلبك في الساجدين فإنه وإن ورد فيما يخص وتقلبك في الساجدين أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان ينقل من صلب طاهر إلى صلب آخر طاهر ومن رحم طاهر إلى رحم مطهر هذا باطن للآية وإلا فظاهر الآية ولو بمناسبة إنه يراك حين تقوم المراد من تقلبه صلى الله عليه وآله في الساجدين هو حين يأم المسلمين بالصلاة وأفضل حال للمصلين جماعة هو حالة السجود هذا المنظر الذي منظر لسجود جماع يوحي بالخضوع لله عز وجل ويستنزل رحمته هذان الحال حال فردي وهو القيام بصلاة الله وحال جماع وانتقيا منه هذه الحالة وهي حالة السجود الجماع هذه محط نظر الله نظر الرحمة فإذن قوله سبحانه إنه يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين هذه الرؤية رؤية رحمة كذلك الحال بالنسبة إلى ما يرجع إلى خدمة المرأة في بيت زوجها وقيامها بترتيب شأن المنزل وأثاث المنزل وشؤون المنزل نظر الله إليها من تهى الموضوع يضيف صلى الله عليه وآله ومن نظر الله إليه لا يعد من نظر الله إليه يعني الذي يعود منظورا لله بنظر رحمة لا يعد وين تصرف هالثوا وين تحصل أي عمل يوفر ليك مثل هذا الثوا سؤالي إلى المرأة سؤالي إلى الزوجة أي وظيفة يمكن أن تقوم بها المرأة في خارج المنزل غير خدمة الزوج غير خدمة العيال توفر لها هذا الثوا لا يوجد بحاجة إلا نظر الله إليها ومن نظر الله إليه لم يعذب يقول فقالت أم سلم رضي الله عنها ذهب الرجال بكل خير فأي شيء للنساء المساكين فقال صلى الله عليه وآله بلى إذا حملت المرأة بمجرد أن تحمل كانت بمنزلة الصائم القائم المجاهد بنفسه وماله في سبيل فإذا وضعت كان لها من الأجر ما لا تدري ما هو لعظمه فإذا أرضعت كان لها بكل مصة تعبير في الرواية كان لها بكل مصة من الطفل كعدلي عطقي محرر من ولد إسماعيل فإذا فرغت من رضاعه ضرب ملك على جنبها وقال استأنف العمل فقد غفر لك هذه ثواب أن تبقى المرأة في خدمة زوجها وحينما نتكلم عن خدمة الزوجة في منزل زوجها أو لزوجها ليس معنى ذلك أن الزوج مخلى من مسؤولية أن يشاطر زوجته العمل في المنزل وله بذلك ثواب وثواب جزيل ففي الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يخدم العيال إلا صديق أو شهيد أو رجل يريد الله به خير الدنيا والآخرة لأن البعض يأنف يستنكف عن أن يخدم في المنزل كأن هذا كأن المنزل بما فيه من مسؤوليات مع أنها تتضاعر ولا تقف رغم وسائل الوسائل المريحة من غسالة من فرن من كذا من كذا مع ذلك كلما انبسطت الحياة تعقدت وكثرت المسؤوليات في هذه الحالة لا بد أن يكون الزوج إلى جانب الزوجة يعضدها وهنا أن فتح على نقطة ترتبط بفاطمة وعلي صلوات الله عليهما وآلهما وهي أنهما كما ورد ترافعا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ليحدد ما لكل منهما من وظيفة وقد يفهم ابتداء أن هناك نحوا من التنازع بين فاطمة وبين علي كلا فيما يرجع إلى خلمة المنزل كلا وإنما حتى يرسم لنا كيف يكون كل واحد من الزوجين بالإضافة إلى الآخر من جهة الخدمة النبي صلى الله عليه وآله لما رفعت له هذه القضية وهذا درس لنا أجمع جعل لفاطمة عليه السلام ما بعد الباب وجعل لعلي عليه السلام ما خلف الباب يوم ذاك كان يحتاج إلى الرجل ليستقي ويحتطب ويحضر طعاما وإلى آخر كل من الخارج هذا يناطب المرأة الرسول يقول لا يناطب الرجل في الداخل يراد للمرأة أن تطبخ أن تكنس أن إلى آخر ذلك من شؤون المنزل جعل ذلك في عدة فاطمة عليه السلام ورجع إلى الرواية ما سمعت فاطمة بذلك استرّت لما لأنه لم يجعل لها وظيف خارج المنزل استرّت دخل عليها من السرور الرغم أن العمل في داخل المنزل مبني والمسؤوليات جسام ولكن بالالتفاق إلى خروجها ومخالطتها للرجال أو نظرها للرجال أو نظر أو وقوع نظر الرجال عليها فرحت لحكم رسول الله صلى الله عليه وآله نرجع إلى الأمير عليه السلام وبعد أن جعلت المسؤوليات واضحة خارج المنزل داخل المنزل ما بعد الباب ما قبل الباب هنا ليس من مسؤولية الأمير أي شيء يرتبط بداخل المنزل لكن إذا قام بعمل داخل المنزل نظر إليه عرف أنه نحو من الخدمة للزوجة لماذا؟ لأن المسؤوليات موزعة فكان كما ورد في رواية أخرى الزهرة تستقي أو تطحن أو تخبز أو تقوم بأي شيء من الأعمال الأمير عليه السلام كما ورد في الرواية وينقل عدس ليس من مسؤوليته بموجب حكم رسول الله صلى الله عليه وآله ولكن بعد أن يعرف كل واحد من الزوجين مسؤوليته حينئذ ما يقوم به زيادة على مسؤوليته الآخر ينظر إليه ينظر إليه ماذا؟ وأنه من وظيفتك لا خارج الوظيفة وأقوم به إذن ما صدر من رسول الله أو نفس احتكام الأمير الأمير والزهر إلى رسول الله من أجل أن يجعل ما يلزم على كل منهما وبالتالي حتى يقوم كل واحد منهما في عون الآخر وخدمته وينظر إليه بعد هذا كله أرجع إلى الرواية التي صدرت بها حديثي ولا أطي المرأة إذا ما عملت في المنز وعرفنا الثواب الجزيد نظر الله إليها ومن نظر الله إليه لم يعذب حري بها وهي تقوم بأي شأن من شؤون منزلها حري بها أن تتقرب بذلك إلى مباح أو مستحاب لكن حري بها أن لا تفوت ذلك أن لا تفوت إضافة هذا العمل إلى الله وأنا آتي ما آتي به من عمل لوجه الله سبحانه صحيح هي وظيفة أنيطت بي لكن هذا لا يمنع أن تقرب به إلى الله تبارك وتعالى والإنسان إذا ما أراد أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى حينئذ أخلص هذا العمل لله تبارك وتعالى حتى يسعه أن يتقرب به إلى الله سبحانه فإنسان هناك أمران إخلاص العمل إلى الله يقرب الإخلاص يتطلب إتقانه فهذه ميزة لإخلاص العمل إلى الله تبارك وتعالى وعلى تقدير ما إذا أخلص الإنسان في عمل أخلص في عمل وتقرب بهذا العمل المخلص لله تبارك وتعالى ما الذي يناله الرواية التي صدرت بها حديثي وهي عن فاطمة عليه السلام من أصعد إلى الله خالص عبادته خالص العبادة أو العبادة ليست خصوص الصلاة أو الصيام أي شيء من شأنه أن يقرب إلى الله وتقربت به إلى الله عاد عبادة حتى لو كان في نفسه مباحا عمل المرأة في البيت مباح أقصى أنه مستحب لكن تحتاج المرأة إلى أن تتقرب به إلى الله فإذا تقربت به إلى الله وأخلصت بالتالي في هذه الحالة عاد عبادة والرواية تأتي لتقول عن فاطمة عليه السلام من أصعد إلى الله خالص عبادته ماذا أهبط الله عز وجل له أفضل مصلحة أنت تحاول دائبا بصورة دعوبة في أن تصلح شأنك تصل إلى أقصى درجات إصلاح شأنك على مستوى المنزل على مستوى وظيفتك على مستوى أسرتك على مختلف المستويات ما عليك إلا شيء واحد والله هو الذي يتكثل بكل هذا الذي تريده وتتمنى ما عليك إلا أن تصعد إلى الله تبارك وتعالى خالص عبادتك ولو كان ذلك عبارة عن عمل مباح كخدمة الزوج لزوجها وخدمة الزوج لزوجته متقربا به إلى الله بعد أن يكون متقنا وبالتالي ينال هذا وهو أهبط الله عز وجل له أفضل مصرحة نسأل الله سبحانه بخاصة أوليائه عليه محمد النبي وآله عليهم صلواته أن يوفقنا وإياكم لمراضيه وأن يجنبنا وإياكم معاصية وأن يستر علينا وعلى أعراضنا وعلى إخواننا وأخواتنا من المؤمنين والمؤمنات إنه أرحم الراحمين اللهم إنا نحب محمدا وآل محمد فاحشرنا معهم اللهم إنا نحب عملا محمد وآل محمد فأشركنا في عملهم اللهم أرنا في آل محمد عليهم السلام ما يأملون وفي عدوهم وعدو شيعتهم ما يحذرون اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين وأحلل غضبك بالقوم الظالمين والكافرين وصل اللهم على محمد وآله الأطيبين الأطهرين نشكر فضيلة الشيخ علي الصدد على كلمته القيمة التي تناولت دور المرأة المؤمنة بين العمل المهني والواجب المنزلي مقدما الأمير والزهراء عليهم السلام مثالا حيا أحسنتم سماحة الشيخ نفع الله البلاد والعباد بعلمكم أحسنتم